مساء الخير مساء السعادة أنا قلت مساء السعادة ونفسي طبعاً يبقى مساء السعادة والصحة والراحة ورحت البال بس كمان عشان موضوع حلقتنا عن السعادة مساء السعادة مساء الفل ومساء السعادة على كل مشاهدين كل مشاهدين تلات ستات وإحنا بنقول كلمة سعادة كتير عشان ده موضوع حلقتنا النهاردة نتكلم مستفادة مساء الفل ومساء السعادة عليك سائل الحب والخير والرضا والتفاؤل وكل حاجة حلوة على مشاهدي ثلاث ستات في كل مكان والألوان الحلوة يا مون عايزة اللون عايزة اللون رسي رسي اللون دي دي سعادة يا رو أنا بحب البهجة أوي بحب الألوان والله طول الوقت بس يعني حلو إن اللون عجبكم رسي بس حسامنا وورق أوي في وسطكو يعني اللون كتير لا أولا يهمنا بجاء الاختلاف حلو برضو رسي يعني ممكن تبقى السعادة في الاختلاف برضو مرات وممكن تبقى السعادة في الاتفاق السعادة في إيه من وجهة نظرك يا سوسو لا دي ده وجهة نظري إيه يعني ده فيه فردين يا جماعة اللي أهم مني بكتير معرفة يعني الفلسفة الكوبار أوي أوي الموضوع ده شغالهم جدا لأنه السعادة بتاعتك غير السعادة بتاعتك غير السعادة لا أنا عايزة رب بتاعتك من وجهة نظرك بسي أنا زمان كده كنا أنا بنقرأ مسرح يعني كاتب مسرحي فرنسوي مشهور اسمه جون أنوي فأنوي في مسرحية ميديا ودي مسرحية مشهورة برضه سامحوني بقول كلام لا لا معاك على لسان مربية ميديا بتقول لها السعادة شوية شمس في الشتاء أخذ قهوتي هو كان بيعمل إيه؟ بيعمل مسرحيات قديمة بس بطريقة عصرية يعني تقول قهوتي في شمس الشتاء تروت الصيف يعني السعادة حاجات بسيطة تفاصيل صغيرة جنب بعضها تراكم كده فتعمل سعادة وانت يا سالي أنا بحس أن السعادة يعني طبعا هي حاجة مطلق قوي يعني معنا السعادة فسؤال وجودي جدا بس في وجهة نظر يعني المتواضعة جدا بحس أن السعادة بتيجي من جونا يعني كل حد هو المسؤول بس سالي خليكي شاهد أنك قلت وجودي هو سؤال وجودي طبعا جدا دخلنا بقى على الوجودية ومسورة الوقت مفيش داعي للكلام دا لا في الفلسفة غيرت أنا بيترش بويا لا أنا قصدي أنه يعني مش السؤال اللي هو سهل اللي هو إيه استعادة في إيه استعادة في كذا عشان بتختلف من شخص اللي تاني يا سالي بس أنا بحس أن هي في كل شخص هو المسؤول عن سعادته يعني مبدئيا السعادة في الرضا إن إحنا نرضى برافو عليك اللي ربنا كتبهولنا نرضى بالـ 24 إراءات اللي إحنا وقدينهم كاملين إن أنا ما بصش لغيري وما بصش إنه دا عنده ما بصش على الحاجات النقصة اللي عندي أنا لو كتبت كده الحاجات اللي ربنا مديها لي النعم عارفة ليه ما بيبقوش راضين عشان طول الوقت هو شايفك مثلا نجحة ومحققة بتلبسي حلوة عندك مش عارفي فأنا عشان أوصل لمرحلة السعادة دي أنا مش بصة إلا هيسعدني أنا أنا شايفة سالي قدامي سعيدة إزاي فطول الوقت أنا بصة على سالي لكن أنا لو ركزت مع نفسي وإلا هيسعد إيمان وإلا هيردي إيمان وإلا هيخلي إيمان طول الوقت بتضحك وهتلاقي في حاجات عندك مش موجودة عندي صح دي حقيقة أيوة يا بنات بس الرضا يتعارض مع أحيانا مع طموح لا أنا أعزد أن أكون راضية من هنا تروحي هنا لازم يبقى تبقى مش راضية شوية عن أنه أو مش مكتفية يعني برضو والاكتفاء عكس الرضا شوية بحس إن لا يا سالوية يعني حتى ممكن في بعض من الأحيان نغضب على حياتنا نتدايق منها شوية وأكون في الوقت ده مش راضية ولكن طموحي حاجة طول ما أنا ما هو الحياة كلها مش طول الوقت أحلامي كلها بتتحقق ومش طول الوقت بس لازم تحلمي ما هو بالظبط الحلم ده بقى أحياناً بيبعض أمرضي أحياناً بيبعض أمرضي ربنا بذلك السبب ليها بعد شوية ليه أنت مشيتي مثلاً من الشغل ده أو ليه سيبتي الشخص ده مزف أو ليه حصل الموقف ده عشان الرسالة لو إحنا في ضلنا نخدها كده مش يبع عندنا رسائل من ربنا طول الوقت أنا بحاول طول الوقت بتسبب حاجات سعيدة في حياتنا أنا أشوف الخير أو نوس كوباية المليان يعني مش قصدي أن أنا يعني مثالية وكده بس بحب التفاؤل عادة في الحياة يعني حتى زي ما تكلمنا على عشرين عشرين لما انتهت الحمد لله إنه بصينا للميزة اللي فيها للخير اللي جي منناها للعيزة اللي احنا تعلمناها منها إنه مش هنبص دايماً إنه الحاجة الوحشة أكيد كل حاجة وحشة بتحصل بيكون وراها خير يعني مش باين وقتها وكمان مؤمنة بالكلمة اللي هي بتاعت وجودي برضو بس هي كلمة كانت إنه السعادة ليست في المال إنه بجد السعادة ليست في المال أنا عريض بقم أقول حلوة تقولك لا تجعل ثلاث أشياء تسيطر عليك إيه هم مضيك والناس والمال فعلاً لو فضلنا طول الوقت بنفكر في مضينا عمرنا ما هنحس بسعادة لإني هفضل لو مضيه مثلاً في حاجات مؤلمة كتير مش هشوف المستقبل مش هشوف الخير اللي أنا ممكن أعضى أحفر كده في الأرض وفي المجتمع وعافر قوي واتمرد قوي عشان خاطر أوصل للسعادة وتحقيق الزات اللي أنا عايز أوصله الناس لو أنا طول الوقت شغلة تفكيري بالناس أنا هركز مع نفسي أمتى هنجح أمتى أنا شايفة غيري بس المال كل واحد ليه رزقه اللي بيرضي ربنا ليه رزقه واللي ما بيرضيش ربنا ليه رزقه والديانات المختلفة كلها واللي ملهوش دين ليه رزقه فالفكرة كلها أن أنت عيد حساباتك طول الوقت مع نفسك ومع ربنا ويمن نشوفها بيبقوا راكبين عربيات فارهة وعايشين في أسور وحاجات وبتاع بس في الآخر مثلا ممكن يكون ربنا مدلوش نعمة الخلفة نصبر نفسي نقول هو صحيح عنده فلوس كتير بس أكيد الفلوس دي بالزبط لا بس في ناس سعادتها في الفلوس ومش عيد هو محور في وحدة سعادتها في فوستين يعني جايلو جينيفر اللي بيز أول ما بقى عندها فلوس وهي ده اللي هي إله سعادتها في أنها تشتري جزم هي قلت كده وعلى فكرة كان فيلم قصير معمول عنها وراحوا شافوا عدد الجزم اللي هي مش عارفة آه كان عدد مش عارفة عدد برينسس دي تخيالي واحدة سعادتها في أنها بعدها جزم كتير إيه؟ والله دي حاجة لذيذة بسيطة تماما دي حاجة التي بيقى خلوة أن هي عرفت فين سعادتها وراحت عملت لأن في ناس تانية جيناتهم مسيطرة عليهم أني أنا مش عارفة بأسعيد خلي بايك من حقيق الصاحب ساحب الصاحب ساحب لو أنا كائبة وقعدة طول الوقت باشكل وبعمل باستغفر الله العظم يا رب ده غيري مش عارف عنده إيه ومش عارف مين عندها إيه هصدرلك طاقة سلبية طول الوقت مش هتحسي مني أن إحنا بحاول أشدك للخير أو للحاجة الأحلى أن إحنا نقدر نعملها وإحنا راضيين وندور على سعادتنا سعادتنا أنا عمري ما هنسى يوم ما أنت كنت مروحين مع بعض وقعت لي إيه دا إيه دا بتاع الدورة أقفي هنا هاتيلي دورة مسكت الدورة بتكلف منتهى السعادة اللي في الدنيا وقعدت تحكيلي قدية الدورة جميل وإنتي ليه ما جبتش دورة قلتها من بحبوش أنا ما قدرش أمشي في الشارع ولا هي بتاع الدورة هم دلات الدورة والبطاطا والتين الشوكي ما قدرش أيوة أنا من شانسة سعيدة وكانت قد إيه سعيدة ومبسوطة ما هي دي سعادة لما أنت شفت بتاع الدورة بتسامتي وقافي وموقفين الدورة ورات أنا بالذات أو أنا عن نفسي يعني بحب الحاجات التفاصيل البسيطة اللي هي الدورة والبطاطا والتين حتة مزيكة أغنالهم وكلسوم حاجات لطيفة بس في حد بيساعده أنه يبقى عنده فلوس ما هي هي كده في حد بيساعده جانيفر لوبيس عندك يعني فستان يعني واحدة بتتجوز فتتبقى سعيد زي ما اتفقنا أنه كل واحد هو عارف إيه الحاجة اللي بتساعده أو كل واحد بيختلف من شخص للتاني وفي نفس الوقت التفاصيل طبعا الصغيرة ده يا ريت يعني لو كل الناس كده فإحنا النهاردة هنتكلم باستفادة كتير عن الطريق إلى السعادة وهنحاول كده نغششكم شوية حاجات على قد ما نقدر